وفقا للحكومة اللبنانية استقبل لبنان أكثر من 1.5 مليون لاجن سوري واصبح اللاجئون في لبنان يقبلون بأجور رخيصة مقابل العمل مما أحدث آثرا خطيرا على السوق العمل في لبنان الذي يمر بظروف صعبة وفي يوم الاثنين الماضي عقد وزير العمل اللبناني ووزير شؤون اللاجئين مؤتمرا صعفيا دعيا فيه إلى تكثيف الرقابة على سوق العمل اللبناني عقد وزير العمل اللبناني محمد كبارة ووزير شؤون اللاجئين معين مرعبي مؤتمرا صحفيا مشتركا نشد فيه المجتمع اللبناني للعمل معا لمواجهة الضغوط المتزايدة من اللاجئين وقال كبارة إنه من خلال السيطرة على سوق العمل تستطيع الحكومة تنمية الاقتصاد لضمان توظيف المواطنين اللبنانيين وستتحد الحكومة من مجالات عمل اللاجئين في مناطق محددة فيه كتاعات في لبنان نسمح فيها للغير اللبناني لا يشتبه وهمشي موضوع الزراعة كتاع الزراعي وكتاع النظافي موضوع التنظيفات البيئي موضوع البيئة وفيه موضوع العمار والبناء ولكن بالكتاعات البيئية أي لبناني قادر يقوم بأي وظيفة لا نعطي إجازة لشخص غير لبناني وقال وزير شؤون اللاجئين معين مرعبي إن وزارة العمل أبلغت وزارة الداخلية ومختلف الحكومات المحلية اللبنانية بأن أصحاب العمل اللبنانيين سيتوقفون عن توظيف العمالة الأجنبية الرخيصة وسيتم إغلاق تلك الشركات غير المرخصة أخيرا يأتي دور البلديات والمحافظين مكملة ويبدأ بإدارة الأزمة بالشكل المناسب في نطاق عملهم واستخدام سلطتهم لتطبيق القوانين اللبنانية وللسيطرة على تفشي المؤسسات غير القانونية وضبط عمل الأجانب في قطاعات تراعي القوانين اللبنانية المرعية الإجراء كما دع مرعبي الأمم المتحدة إلى التسريع في إعادة اللاجئين إلى ديارهم وكرر الموقف الثابت للحكومة اللبنانية الذي يؤيد الإقامة غير الطويلة للاجئين السوريين في لبنان وقالت الحكومة اللبنانية إن الاقتصاد والعمال اللبنانية تأثر بشكل خطير على كل الأصعد بسبب اللاجئين وعلى الرغم من الدعم والمساعدة من المنظمات الدولية فإن هذه المساعدة ليست كافية لمساعدة لبنان للاستجابة لأزمة اللاجئين ولم تقبل الحكومة اللبنانية بمبالي لإنشاء مخيم رسمي للاجئين وتشجع اللاجئين على العودة إلى ديارهم وحتى بعض الحكومات المحلية بدأت في تطبيق سياسات صارمة لطرد اللاجئين كما ازدادت حدة التوتر بين اللاجئين والسكان المحليين اللبنانيين ترجمة نانسي قنقر